أنا نحن نشكر سعيد أنه وضحنا برشة معلومات لكن هذا ما يمنعش أني في حالة ذهول وإنبهار من النقص الفادح في المعلومات من مصادر اللي هي المفروضة تجي منها هي يعني اللي هو يفسح المجال أنه يكون فما برشة معطيات غالطة اللي هي تؤدي إلى تحليلات ولي ذهول اللي في الأيام اللي فاتت شوفنا أنها تؤدي أصلا إلى عنف ما بين ناس يعني المفروض أنه هما كلهم يطمحون أنه الحقيقة تظهر مهما كانت مواقفهم السياسية ووصلت حتى للنقص في المعلومات طارق مسألت هذه تفكيك الملف يعني هي مسألة تم الحسم فيها عام وشهرين بعد الاغتيال كانت يعني دائرة الاتهام هي اللي اختارت هذه المجموعة لليوم عام 2024 ممزيل فما عدم وضوح وعليش التفكيك وهو تساؤل في محله وأنا ديما نلوم أجهزة الدولة على هذا الشيء لأنه هي المسؤولة على التوضيح ومدامها لجأت إلى الإعلام وهذا النجم نتصور تم نقاش فيه في هذا البلاتو وفيه برشة نقاش لكن أنت وكأنك قلت أنه أنا بش ناخذ على عاطقيني أنا نوضح برشة معلومات والعكس صار شو يفسح المجال هذا معز أنه كل مجال التحليل يولي نجمي تبنيه على معطية غالطة تصب في دواعي سياسية من نجم نقول إلا هذا ولكل الأطرافة كما تنجم تهزها إلى أنه الحقيقة غير ممكنة في هذا الملف على الخطر أوذر شو اللي صار كما تنجم تهزها إلى حبينا الحقيقة ولكن فما أطراف أحنا نحب زاد المبني للمجهول تهريب ره فراء فرار أحنا ما ننسيوش عن حادثة ما هيش بعيدة برشة في الزمان فرار من حبس المرنجية يعني هذا كله موجود في الذهنية المتلقي أو المتلقية كيف يسمع أخبار كيف من هك ما مش بش يجي قول لك لأ والله هذي حادثة وحدثة بش ينظروا إلى هذك علشة أنا حابينها نبدأ لحلقة اليوم بش نفسروا مليح ومهم أن اليسار لأنه فما خلت وهذا واجب الإعلام المقالم بتاع الشعب نيوش في خلط تقول بي أنه هروب الموقفين اليوم مش صحيح وهذا واجب هم مش موقفين لهم في حال سراح وفما واحد برقة تم تسمى الآن في حال فرار لأنه روح لداره معناها المحكمة فرار معناها ما قدم شروح ما قدم شروح مش كان موجود ووهرب وهذا معز صحيح في إطار المعلومة لكن أيضا أنا حب نزيد هذا هدف آخر من توضيح المعلومة في إطار المساءلة لازمنا نعرفه كيف شخص يتنحى من المنصب نتاعه عليش ونعرف وش نحكيه في هذا من بعد على مناصب أخرى عليش قاعد يتنحى شكو الخطأ وشو اسمه الخطأ كيفاش أنا نجم نتعلم في قضايا أخرى وما كثر ربي كان القضايا معناها اللي هي تهم الرأي العام وتهم الشأن السياسي خاصة ونحب نشكر طارق أنه أذكر أنه والله هاو مهما كان نجمه نقوله أنه هذوما ناس كانوا في حال فرار ونحب نقول أنه فما قضاة وفما موحامين كانوا ينجمه يكون هذا يهدد أمانهم معناها أنه يكون ناس تحكموا في نهاية الأمر بي يعني كان عندهم دخل شبه مباشر بعملية الاغتيال وكانوا في حالة صراح خليني نكون أنا ننظر من جهة الأخرى هذا دليل أنه إحنا قادرين أنه نطبخوا زادة العدالة في حالة صراح والناس ما همش موقفين ورغم هذا واحدة كهو اللي هو ما تمش تقديمه إذا نحب أن ننظرولها بطريقة حسابية معناها عنا القدرة أن نقوم بهذا كمؤسسات دولة في أكثر الملفات اللي هي مست مش فقط عائلات لأن الشهيد عنده عائلته اللي هي متضرة لكن تونس بكلها خذيت منحة آخر بعد الثورة بعد اغتيال شهيد شفر بني وكنا قادرين في هذا طارق ذكر أنا أعتقدر هنا نحكي على خليني نكون مضحة أكثر نحكي على المساجين السياسيين وغير السياسيين المعروفين الناس اللي هم قادرين يتوقفوا في إيقاف تحفظهم الأغلبية متاع الناس الموجودين في السجون اليوم في تونس وهم بقضايا أقل سياسيا وإنسانيا وخطورة من هذا اللي قادرين نشوفه واحد لخصنا